موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين حياكم الله أيها الأحبة الأكارم في هذا اللقاء المبارك ولقاء اليوم بعنوان ملهمون والمقصد من ذلك أيها الإخوة والأخوات بيان أهمية طلب العلم ودور المعلمين وتوضيح سبل الاستفادة من جهود المربين والمعلمين في بناء شخصية طالب العلم وأثر هذا العلم على حياتنا جميعاً في بناء أوطاننا وبلادنا ومجتمعاتنا وما لهذا العلم من أثر في شخصية هذا الطالب وهذا الإنسان إذن أحبة الكرام هذا العلم يحتاج منا إلى معلمين ماهرين متقنين يستطيعون أن يوصلوا رسالة هذا العلم لأن العلم أمان من الله في أعناقنا وعلم آدم الأسماء كلها ولا بد لنا من استخدام أساليب تربوية حتى نخترق آفاق الإبداع وحتى نستطيع أن نميز بين مواهب التلاميذ وأن نوظف طاقاتهم وأن نشجعهم حتى يتفوقوا في جميع مجالات حياتهم يقول الله تبارك وتعالى عن قصة موسى عليه السلام مع الخضر خرج موسى عليه السلام مع يوشع ابن نون فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما يخرج نبي الله موسى ويلتقي مع الخضر الذي آتاه الله سبحانه وتعالى أسلوب التعليم وأسلوب إيصال الرسائل التعليمية وآتاه من العلوم ما لم يطلع عليه حتى موسى نبي من أولي العزم عليه السلام فشرط الخضر على موسى قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى وهذه رسالة حتى يصبر طالب العلم ويطيع المعلم وقد يكون الإنسان غير ملم بما عند المعلم من آليات ومن وسائل أحبة الكرام العلم هو كل شيء في حياتنا من أراد الدنيا فعليه بطلب العلم ومن أراد الآخرة فعليه بطلب العلم فإن هذا العلم مأخوذ من وحي الله في الأصل وصل إلينا عن طريق أبينا آدم ومئة وأربعة وعشرين ألف نبي وثلاثمئة وأربعة عشر رسولا ولذلك قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وجعل الله سبحانه وتعالى درجة القرب ودرجة التفاضل فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أحبة الكرام ينبغي علينا أن نقدس هذا العلم وأن نسعى إلى تحصيل هذه العلوم وهذه الفنون من خير الدنيا والآخرة ورتبة المجتمعات وتفوق الأمم في تنافسها وإمكاناتها في غرس محبة العلم في نفوس أبنائها وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير طبعا الرسول ضرب عدة أمثلة فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به تأمل أحبة الكرام أن استقبال رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتفاعل مع أحاديث النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوحي العام الذي ما ترك شيئا إلا وتكلم فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء فهذا العلم النبوي العلم الموحى إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن رب العز جل جلاله هذا العلم فيه خير الدنيا والآخرة وقد تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في فنون العلم لا تستغرب أحبة الكرام إن الذين يتقنون دراسة أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أولو العلم الذين شهد الله لهم بالمكان ورفعهم وأعطاهم المكان هؤلاء هم الذين يفهمون الاستنباطات ولا يتعجلون ولا يتهوكون ولا يخضون غمار المتشابهات وإنما يستنبطون هذه العلوم فيتقنون اللغة العربية يتقنون أسلوب التفسير في فهم رسالة الله سبحانه وتعالى ومراد الله ومقاصد الشريعة والجواهر الخمس ومراد الله من بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فترى أنهم يتكلمون في الفلك وفي الفضاء والاقتصاد والرياضيات وعلوم الاجتماع وكيف يعم الأمن والأمان مشارق الأرض ومغاربها فلا تستغربوا يا أحبة الكرام لأن الله سبحانه وتعالى ما أرسل هؤلاء الأنبياء والرسل إلا حتى يعيد البشرية إلى فطرتها وإلى صوابها وهذا كله موجودا في العلم فما أحب الإيمان إلى الله سبحانه وتعالى وما أقربه إلى قلوب العباد فإذا آمنوا بالله سهل عليهم أن يصدقوا رسول الله فتحت القلوب فتحت البصير فتحت الآذان تقبلوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام واستطاعوا أن يستوعبوا رسالة الله عز وجل فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل هؤلاء كتلك الأرض الخضراء المزدهراء اليانعاء الحديق الغناء التي تأخذ هذا الغيث وتستقبله فتنمو الأرض وتزدهر بورودها وأزهارها وفواكهها وثمارها فيا الله ما أجمل تلك الحديق الغناء ما أجمل تلك الأرض الخضراء والينابيع التي تعود على النفس بالأمن والاستقرار والسكينة ثم ينتفع الناس بظل أسجارها وطيب ثمارها وحلاوة فواكهها ويتغذون بخضرواتها هكذا أحبة الكرام من ينتفع بالعلم ثم أحبة الكرام اقرأوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا وهذه السنة هي الفاصل اقرأوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم يقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام إن الله لم يبعثني معنطا ولا متعنطا ولكن بعثني معلما ميسرا أليست هذه الرسالة لنا يا دعاة يا علماء يا أيها المعلمون أليست هذه الرسالة لنا ونحن نحمل هذا العلم عبر وسائل الإعلام عبر التعليم في صفوفنا ومدارسنا وجامعاتنا ومؤلفاتنا حتى نعطي الصورة المشرقة عن أخلاق المعلم الذي يعطي هذا العلم برحابة صدر وبشوق لما أعد الله له من الأجور العظيمة ولما يجد من المتعة في التعليم ولما يجد من الانشراح في التعليم فهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكثر الخلق تلذذا بالعطاء وأجود الخلق سحاء وجودا وكرما فما كتم شيئا من العلم فداه أبي وأمي معلم الإنسانية الخير فلم يكن لا يتشدد على الناس ولا يتتبع عثرات الناس في تعليم أو في إيصال رسالة ولا يمن على الناس في التعليم فالتعنت يا أحبة الكرام لا يليق لا برسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الرحيم الشفوق العطوف عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حوله ما الذي جذب أهل الصحراء والبوادي والحواضر والأمصار والمدن ووجه القلوب والأفئدة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمته بالخلق وهو أرحم الخلق بالخلق ولذلك ما كان متشددا في إيصال الرسالة ولا يختار أسلوبا ثقيلا ولا يهن من يعلمه ولا يبلغه هذه الرسالة فيمن عليه تأمل أيها المعلمون يا أساتذتنا الكرام أيها المدرسون الأجلاء هذه رسالة العلم هذه رسالة الدعوة إلى الله عز وجل فهؤلاء الذين جاءوكم واحتشدوا في بداية العام في المدارس والجامعات يترقبون هديكم وسمتكم ودلكم وينظرون إلى أخلاقكم فأنتم الأسوة وإن الله عز وجل أعطاكم كل هذا الأجر وكل هذا الثواب لما جعل في قلوبكم من الرأف والرحمة والعلم فلا يليق من يحمل العلم لا يليق به أن يعطي صورة فيها شدة أو قسوة على المتعلم وهذا حتى يتوافق مع عظيم الأجر الذي منحه الله عز وجل لهذا العالم لهذا الأستاذ لهذا المدرس الذي يبلغ هذه العلوم الإلهية وهذه العلوم الإنسانية وهذه الأخلاق الربانية وهذه المعاملات البشرية حتى يتعاون الناس في بناء الكون يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن العالم تأمل يا أحبة الكرام كيف الكون يصيخ صامتاً أمام رسالة هذا العالم وأمام رسالة هذا المعلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثت الأنبياء إن الأنبياء لم يورث ديناراً ولا درهماً إنما ورث العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر الله أكبر ما أعظمك يا سيدي يا رسول الله وأنت تكشف لنا عوالم غيبية بيئية أعماق البحار أعماق البحار الحيتان تعرف المعلمين الحيتان تعرف العلماء أجل نعم والله لماذا يا أحبة الكرام لأن المعلم يعلم الإنسان كيف يتعامل مع كل شيء يحيط به على صعيد البيئة على صعيد السماوات والأراضين على صعيد النبات والحيوان هذا هو العلم اللي يؤهلنا أن نكون عقلاء ولذلك أحبة الكرام إني أريد أن نوصل رسالة لأبنائنا الطلبة وأحبابنا الأعزاء فلذات أكبادنا وحبات قلوبنا يا أبنائنا بلغني أن أحد الطلبة قال ما في توظيف إذن أنا لماذا أتعلم أو قال آخر أنا مأمن على الوظيفة قال آخر طيب النهاية أني أخذ شهادة طيب أنا عندي من المال ما يكفيني لا يا أبني لا تقل هذا العلم سوف يحميك العلم يقيك وينور عقلك ويفتح بصيرتك ويعطيك فهما حقيقيا للعالم هذه رسالة العلم أيها الأبناء الأعزاء يا بني هذا العلم هذا يجعلك إنسانا تعرف حقيقة التفاعل مع العالم ماذا يجري حولي أنا قد أكون إنسان غني عندي مال فالمال شيء طيب وعصب الحياة والاقتصاد كما كانت خطبة الجمعة الماضية ولكن كيف أحمي هذا المال كيف أنمي هذا المال كيف أكل اللقم الحلال وأجتنب الأشياء الضارة هذه لا أكتسبها من المال وإنما أكتسبها بالعلم يا أحبة الكرام أيها الإخوة والأخوات حصلت حادثة وواقعة عظيمة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جرت للصحابة معاوية بن الحكم السلامي رضي الله عنه وسنستشف من هذه القصة كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الطلاب مع التلاميذ مع الذين يريد أن يغير سلوكهم يمكن فيه إنسان هو جاهز للتغلق وأخلاقه عالية ولكن حصل منه خطأ قد يكون هذا الخطأ فيه ضرر إما على المجتمع أو ضرر على نفسه أو على عبادته يقول هذا الصحابي الجليل بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفغاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن سبحان الله إنسان يتكلم في الصلاة التلاميذ تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام بدأوا يرمقونه بأنظارهم ما نحلت المشكلة يعني أصمت زاد في الكلام ويظن أن هذا جائز والكلام لا يجوز في الصلاة فلما زادوا ضربوا على أفغاذ وقال سكتت على مضض ما فهمتش القصة وإذا بحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام بكل هدوء بكل هدوء بكل بساطة أضبط مشاعركم أيها الآباء أيها المعلمون قد لا يحتاج قد لا يحتاج هذا الطالب وهذا التلميذ إلى ما عندنا من انفعالات نفسية ربما أنا نفسي عندي ضغط نفسي فأحاول أن أفرغ هذه الشحنة بالصراخ وبرفع الصوت قد أكون أنا المخطأ في هذه العملية فيكون إصلاحي للخطأ خطأ فمن أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف كل امتين قالها النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا تصلح لكلام الناس هذه الصلاة لا تصلح إن الإنسان يتحرك ويعبت بثيابه ويتحدث مع الذي بجواره فوصلت هذه الرسالة من خلال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أخلاق رسول الله نستقي ونستفيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن التأسي بأخلاق رسول الله وسمت رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المولاهو ونعم المجيب والحمد لله رب العالمين فاصل ونعود حياكم الله أيها الأحبة الأكارم وها قد عدنا وما زال الحديث متواصل عن العلم وأهمية أخلاق المعلم وآداب المتعلم أحبة الكرام سر الأسرار الإخلاص لله عز وجل وهذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى في أن يجعل الإنسان نيته خالصة لله سبحانه وتعالى فلا يكتم شيئاً مما يحتاجه الناس من العلوم فإن هذه العلوم ليست حكراً عليك يا من تعلمت ويا من بذلت الوقت والمال ووصلت إلى ما وصلت فيجب علينا جميعاً أن نسعى إلى النفع المتبادل فنوصل هذا العلم بنية أن يعطينا الله الأجر والمثوبة فإذا وصلنا إلى هذا المستوى وتحقيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات حفظنا الله سبحانه وتعالى من البلايا من الجهل من الفتك بهذا العلم لأن العلم بماذا ينمو يا أحبة الكرام العلم يضمحل إذا لم يبذل فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه تأمل يا أحبة الكرام أن الإنسان إذا طلب العلم للمرأة ليمارس سفهاء للجدال للنقاش هذا لا يستفيد من علمه يحرق نفسه فلا يعود يستفيد من هذا العلم فينبغي علينا أحبة الكرام أن نخلص النية لله سبحانه وتعالى من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار لماذا كل هذا يا رب لأن يصبح عند الإنسان كبر فهو يستعلي على الناس ولا يعلم إلا بالمقابل فيحرم الناس ينتشر الجهل ولذلك يا أحبة الكرام الإنسان المخلص يعلم في جميع الظروف الأحوال والله سيبارك في علمه وسيوس عليه الرزق وسيأتيه الرزق من حيث لا يحتسب لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة لماذا كل هذا يا سيدي يا رسول الله لأن الإنسان الذي يحتكر العلم ويكون سبب لانتشار الجهل سوف يقطع سلسلة العلم بينه وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بينه وبين الأنبياء والمرسلين بينه وبين نبي الله آدم عليه السلام وهذا العلم من حق الله سبحانه وتعالى ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى أعلى المراتب في الإيمان أعلى المراتب بعد الأنبياء والمرسلين للعلماء رضي الله عنهم وأرضاهم ورفع قدرهم في الدنيا والآخرة قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء هم أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى ولذلك يا أحبة الكرام نحن نتعلم لنطبق هذا العلم ومن أخلاق العلماء الدعوة إلى الله تعليم الناس تفقيه الناس وكان جل الأئمة الأعلام إذا علموا تلامذتهم يقولون نحملكم أمانة الله في أعناقكم لا ينام أحد وعلى بابه أحد يطلب العلم فكانوا يقفون يقولون يا أيها الناس هل يوجد لأحد سؤال هل قصرنا معكم الله أوصل إلينا هذا العلم بهذه الأسانيد بهذه السلسلة الذهبية حتى لا نكون من أولئك الذين قال الله عنهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون كأن الله سبحانه وتعالى جعل مصداقية العقل والفهم عند العالم عند المعلم عند الداعية بمقدار ما يحرص على تعليم الناس وبمقدار ما يستفيد من علمه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ولذلك العالم والمعلم والإنسان يقول لأولاده لا تدخنوا والسجائر ضارة ثم يدخل الفصل أو البيت وفي يده يعني واللاعة وسجارة كيف يحتدي هذا الطفل ومتى سيتعلم ورأى أحد الأولاد حتى تلاحظ أحبة الكرام إلى خطر السلوك إذا كان متغايرا إذا كان الكلام شيء يقول لأولاده اذهبوا صلوا في المسجد وهو نايم يا ابني صلوا هو لا يصلي يا ابني الدخان مضر وهو ترى فيقال بأن الأب كان يدخن فأعطى العقب لابنه قال روح طفيها فأخذها وفي الطريق أخذ له نفسا فالوالد جن جنونه وهذا جرح في قلب الوالدين لما يقلد الأبناء آباءهم في شيء هم غير مقتنعين فيه أو يخافون على صحة أولادهم فأوصل رسالة قاسية لولده فبكه الولد وحس بجرح في قلبه فجاء أخوه الكبير قال له يا أخي أعلمت لماذا غضب والدك أعلمت لماذا حزن والدك لماذا وجه لك هذه الرسالة شديدة اللهجة قال نعم لأنه هو يدخن وأنا صغير فقال له طيب ماذا استفدت من ذلك قال إذا كبرت ما أحد لا يوبخني ولا يضربني فأنا أفعل مثل والدي لأن الرسالة وصلت بالتطبيق العملي أيها الإخوة والأخوات فلا نكن سلبيين في توجيه الرسائل إلى أبنائنا وطلابنا ومن يقتدون بنا بل نعطي الصورة المشرقة عما نحن بصدده سواء كنا من العلماء والفقهاء من المعلمين أو من المربين أو من الآباء والأمهات كذلك أيها الإخوة والأخوات نتعلم هذا العلم لنستفيد منه فمن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في صخط الله حتى ينزع عنه يعني إذا أنت ماشي في قضية وما يحصل عبر الوسائل وعبر الناس قد يصلون إلى خصومات وهم يعرفون أنهم على خطأ طيب لماذا هذا الصراخ لماذا هذا العويل لماذا هذه السباب وهذه الشتائم ألستم على خطأ ارجعوا عن الخطأ لذلك كان العلماء مثل الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يخاف الله سبحانه وتعالى أن ينسب إليه حتى العلم الحق يخاف يقول يا ليت الناس فقهوا يا ليت الناس تعلموا ولم يقولوا الشافعي قال والشافعي رواه الشافعي يخاف أن يحاسبه الله حتى على المسائل الصحيحة من شدة ورعه وخوفه فقولوا لي بربكم كيف يقبل الإنسان أن يمضي حياته في سفاسف الأمور ويمضي عن عموره فيما أفناه سيسأل الإنسان وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فنحن سنسأل بين يدي الله أيها الإخوة والأخوات فحري بنا بأن ننتبه إلى هذه الرسالة لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه ثم يقول الإنسان في تلك اللحظات وحسرته على ما ضيعت كم كان هذا العلم فيه خير كم هذا العلم كنت سأؤجر عليه ولكن ضاعت حياة الإنسان في سفاسف الأمور ولم يستفد لا هو ولم ينفع الآخرين بعلمه يقول الإمام مالك رحمة الله عليه إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا المطر ينزل الغيث ينزل وينزل الصخر ماذا يستفيد فهكذا خطاب العلماء الذين لا يستفيدون ولا يجتهدون في تزكية أنفسهم بقيام الليل بالدعاء بالتضرع بمحبة الخير للناس الذين كل همهم ماذا سيعطوني ماذا لي من الشهرة هؤلاء حبل حياتهم قصير والمنفع التي يعطونها للناس قليلا كما يقول لنا الإمام مالك رحمة الله عليه ويقول العلماء كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به فنحن نطبق هذه الأشياء في حياتنا فنحفظ القرآن ونحفظ الحديث يا أحبة الكرام نحن إذا أردنا أن نستفيد من هذه العلوم والعمر يمضي يعني الطفل يتعلم والشباب يتعلمون ولما تقرأ عن علمائنا كم عاش الإمام البخاري ما وصل إلى الستين سنة كم عاش الإمام النووي ما وصل إلى الخمسين سنة علماء ولكن تقدر مؤلفاتهم والله رسالة تستطيع أن تكتب فيها رسالة دكتوراه وتكتب عليها مجلدات من الشروحات كيف بارك الله لهم في حياتهم كان الواحد إذا فتح الله عز وجل عليه لم يسوف لا تؤجلوا يا أيها الأبناء الأعزاء أي مشروع تقبلون عليه فترة العمر عمر الشباب أنتم يا أبناء الأطفال الأعزاء اليوم لا عندك شغل ولا عندك وظيفة ولا عندك أولاد ووالديك متكفلين بالنفقة عليك على ما كل الوقت لعب على ما كل الوقت تضيع للعمر فأنت تستطيع الآن أن تستخدم الذاكرة هذه الذاكرة الحيوية فترة تخزين المعلومات والعلم في الصغر كالنقش على الحجر أي أنه مثل النحت لا ينمحي وقالوا كذلك على الكبر كالنحت أو الكتابة على الماء أو على البحر فمع تقدم السن تكثر الهموم تكثر المشاغل فحذاري ثم حذاري من التسويف ضعوا خطة يا أحبة الكرام ضعوا خطة خطة لهذا الكتاب خطة لهذه العلوم وخطة للدورات التدريبية والتعليمية استفيدوا من كل لحظة في شبابكم مرحلة الطفولة الآباء يوجهون الأبناء إلى العلوم النافعة مرحلة الشباب الآن محاضرات ودروس ودورات تطورت وسائل العلم لو قلنا لبعض الناس إن هناك خطة خمسية يقولون والله شيء عجيب خمس سنوات هل أنا سأعيش إلى خمس سنوات ثم سمعنا في دولة الإمارات العربية المتحدة خطة خمسين سنة إلى الأمام قالوا والله شيء عجيب ثم خطة خمسمائة سنة إلى الأمام حتى أنا قلت لطلبة العلم من الذين يخطبون ويأمون الناس قبل أيام قلت إذا قلنا لكم خمسمائة سنة قالوا والله شيء عجيب وغريب ما سمعنا بهذا قلت لهم خمسين ألف سنة وأنتم تحفظون القرآن قالوا مستحين قلت لهم اقرأوا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ما هو الغد المذكور في الآية يا أحبتي إنه يوم القيامة خمسين ألف سنة صلاة اللي أصليها وعلم الذي أتعلمه أريد أن أكون سعيدا يوم المحشر في موقف واحد مقداره ألف سنة في موقف يوم يمتد يوم يمتد خمسين ألف سنة بقدر أعمار البشر منذ أن خلق الله السماوات والأراضين قد كل حياة الناس أنا جاي على الدنيا أعيش لستين سنة ولكن موقفي يوم القيامة خمسين ألف سنة ثم حياة أبدية لا فناء فيها فهذا هو التخطيط الحقيقي أني سوف أستطيع خلال دقيقة أن الله سبحانه وتعالى يبارك لي في كل نفس من أنفاس ولذلك الخمسين ألف سنة تمر على الإنسان كصلاة ظهر أو عصر مثل ما أني كنت أستغل الدقائق وأستغل أنفاسي وصحتي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ لا تقول بدي أقطع وقتي وإيش بدي أعمل تأتي والدك يا ابني خفف من اللعب خفف من التسلية تفرغ لدي راستك يا بني والله أنا فاضي ما عندي شغل الصحة والفراغ يا أحبة الكرام هذا رأس مالنا في الدنيا ونتاج هذا الوقت الذي نزرعه في الدنيا سوف نكافأ عليه يوم القيامة أما قال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك هذه هذه الخطة العالمية من يستطيع في مشارق الأرض ومغاربها أن يختصر لنا حياة الإنسان في خمس نقاط في خمس كلمات يا أحبة الكرام حتى في القبر قال حتى في القبر يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره إن خيرا فخير وإن شرا فشر فاغتنموا يا أحبة الكرام اغتنموا حياتكم اغتنموا أنفاسكم اغتنموا كل دقيقة في حياتكم حتى تسعدوا في الدنيا وفي الآخرة تأملوا قول الحسن كيف الإنسان وهو في قبره كيف الله سبحانه وتعالى سوف يجعل له هذه الأعمال سببا لسعادته في قبره فاغتنموا المبادرة رحمكم الله في هذه الحياة حياة المهلة الآن يعني نحن في هذه الحياة كذلك يا أحبة الكرام ينبغي علينا أن نعلم بأننا سوف نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما متى زدني علما هل يوم القيامة في الدنيا الآن فترة الاستزادة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أسأل يوم القيامة أروح هناك أتعلم أهل الذكر هم العلماء أهل أهل الاختصاص أهل العلوم وصنوف العلوم العلوم الدنياوية والأخراوية كذلك أحبة الكرام لا تستهين ولو آية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه يا أحبة الكرام والله لو كان هناك شيء في الدنيا بل حتى في الآخرة أفضل من تعلمه في الدنيا وأفضل من ثوابه في الآخرة لعلم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو به فما قال له زدني جاها ولا مالا وإنما قال زدني علما وأتعجب والله أيها الإخوة والأخوات عندما أقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة كيف ذلك سهل الله له بطريقا إلى الجنة مثل هذا الدرس يكون سبب لتحفيزنا إلى طلب العلم ذهبت إلى المسجد مسألة واحدة كنت مخطئ في الصلاة تعلمت الصلاة تعلمت ثواب العلم ثواب التفقه في الصلوات قد يكون هذا يرفعني عند الله سبحانه وتعالى إلى أعلى عليين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نعم المولى أنت ونعم المجيب والحمد لله رب العالمين فاصل ونعود حياكم الله أيها الأحبة الأكارم وها قد عدنا مع هذا اللقاء الشيق وهذا اللقاء الممتع في إتقان مهارات التعليم في الحقيقة هذه الرسالة فيها عدة فوائد وهي رسالة عظيمة فيها فائدة للمعلمين والمربين بل حتى للآباء والأمهات لأن أيضا هم يوصلون رسائل تعليمية سواء كانت رسائل مباشرة أو غير مباشرة منها إتقان مهارات التعليم تأملوا أيها الإخوة والأخوات لما نبي الله إبراهيم عليه السلام أراد أن يخاطب والده وأن يدعوه قال له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا الفارق والاختلاف بينه وبين والده لم يجرئه بأن يوجه له رسالة قاسية أو أن يسجره أو يقول هو أبو الأنبياء عليه السلام وهذا لم يتبعه فيقس عليه حاشاءه حاشاء ونبي الله موسى عليه السلام وهارون أخاه لما ربنا سبحانه وتعالى أمرهما بأن يذهبا إلى فرعون على ما هو عليه من الأقوال والأفعال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى حتى هذا الإنسان اللي عنده ما عنده من الأخلاق وما عنده من السلوك أمره ربنا سبحانه وتعالى بالرفق وباللين فكيف في فلذات الأكباد يا أحبة الكرام لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال يسرى ولا تعسرى وبشرى ولا تنفرى وتطاوعى ولا تختلفى ينبغي أن تكون الإدارة والكادر التدريسي الكادر الإداري والكادر التعليمي الهيئة التدريسية على وفاق يا أحبة الكرام حتى نستطيع أن ننهي البرنامج أن ننهي الخطة الدراسية حتى نستطيع أن نوصل رسالة التعليم إلى هؤلاء الرسول عليه الصلاة والسلام أوصل إلى كل واحد من الصحابة رسالة تناسبه هذا يحتاج إلى عبادة هذا يحتاج إلى كثرة صلاة أعني على نفسك بكثرة السجود قال للآخر لا تغضب عبد الله بن عمر كان بحاجة إلى أن يقوم الليل فقال الرسول عليه الصلاة والسلام في تفسير الرؤية التي رآها بالمنام نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فوصلت الرسالة إلى عبد الله فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل حتى آخر يوم في حياته ما ترك وصية النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينبغي على الإنسان إذا كان واعظاً معلماً ألا يدخل المعلومات فوق المعلومات يعني هناك فرق أحبة الكرام فعقل المتعلم ليس كيس وتحشوه بالقطن تحشوه بالسلع لا تنتقي له هذا الطفل لقمة تتناسب مع إمكانية مضغه لهذه اللقمة وهذا الإنسان قد لا يستوعب هذا النوع من العلم فكان الصحابة يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآم علينا لما قال ابن مسعود زدنا يعني درس واحد والله حديثك شيق وكلامك طيب فذكر لهم حديث النبي وفعل النبي وهدي النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام حرص عبد الله بن عباس على التعلم ورأى أطفال الصحابة يتهافتون على التعلم هذا يحتاج إلى أن يمسح على رأسه وهذا يحتاج إلى أن يضمه إلى صدره صلى الله وسلم وبرك عليه أطفال في حياة النبي أطفال في بيت النبو وإقرأوا يا أحبة الكرام إقرأوا علاقة النبي صلى الله عليه وسلم كيف استطاع أن يخرج هذا الجيل من الأطفال ومن جيل الصحابة فصاروا فقهاء وصار عبد الله بن عباس لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب لما أراد النبي أن يسقي الكبراء قال والله لا أثر أحدا بفضلك يا رسول الله فضال أي أثر النبي في شرب الماء قال والله ما أسمح أني أحد يكون أحسن مني وأقرب مني إليك أنا أولى يا رسول الله فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم للطفل قبل أن يعطي للرجال فكيف كان بعد ذلك ابن عباس كان حبر الأمة فقيه الأمة عالم الأمة فكان هذا شغوف بطلب العلم ليش؟ لأنه وجد التشجيع ووجد القرب من قلب النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي علينا أحبة الكرام التعرف على هوايات الأفراد ورغباتهم هذا طفل في أطفال في سن معينة يحتاجون إلى التعليم باللهو المباح التعليم باللعب يعني الطلاب والتلاميذ والأطفال البراعم هؤلاء يحتاجون إلى الشفقة إلى الرحمة ماذا يستفيد طفل يعني جاء إلى مركز تحفيظ قرآن ليحفظ كلام الله عز وجل ثم لم يجد الأسلوب المشجع ماذا يستفيد الأطفال من الغضب الشديد إذا وضعناهم في روضة أطفال أو هذا الطفل قد ينكسر قلبه قد تدخل إلى فصل لا تجد الطلاب لا تجد التلاميذ أين نفر من المعلم فيأتي بهم آباؤهم قصران إلى هذه المدرسة وهم يكرهون حتى المادة والسبب أن الإنسان الذي يتحمل رسالة التعليم ينبغي أن يفرق بين العمق النفسي لكل شخص في أطفال يعيشون سطحية سذاجة بساطة ولكن هم عقلاء تذكروا كلامي هذا يحفظون ويفهمون وإني أؤكد بالتجربة القطعية والعملية أن ذاكرة الطفل تعمل وهو في بطن أمه فكيف إذا كان ابن أربعة أشهر ويعرف وجه أمه ويضحك ويميز أمه عن غيرها ويعرف صوتها ثم أربع خمس سنوات ونحن ما زلنا نقول هؤلاء أطفال فهؤلاء يحفظون حتى بالمجموعات التعليم بالمجموعات التعليم بالأحرف التعليم بأسلوب اللعب حتى نحبب إليهم الحلول بلغة مفهومة بلغة مبسطة وملائمة لا بد أن نساعدهم وأن نشجعهم على طريقة سهلة في اتخاذ القرار طريقة سهلة في اتخاذ القرار حتى هذا الطفل لأنه قد يكون ما عنده محاكمة عقلية مثل الكبار ولكن أعيد فأؤكد انتبهوا أيها الآباء أيها الأمهات أيها المربون أيها المعلمون الأطفال أذكياء الأطفال يحللون بهذه الطريقة ولذلك ينبغي على المعلم أن يكون عنده علم نفس ليحدد هدف كل مرحلة وكل مرحلة عمرية ويرسم خطوات ويتابع المنجز كيف أنا أستطيع أن أعطي مرحلة تعليم الأحرف مرحلة تعليم بالصبر مرحلة التعليم بالرسم فيضع جدول زمني وخطة هل أنا أعطيت هذا الشيء؟ لماذا؟ حتى يلغي التكاسل والتجاهل والتواكل وحتى ينزع من قلوب الأطفال القاء اللوم على الآخرين يعني اليوم بعض أولادنا يقول لك المدرس الفلاني ما يفهم يا أخي هو يفهم هو عالم متخصص ولكن ما استطاع أن يوصل الرسالة لماذا كره الأبناء المدرسة؟ لماذا كره الأبناء التعامل مع هذه المادة؟ فحتى لا نحمل أبناءنا مصير الفشل مدى الحياة ينبغي أن ندخل هذا العلم إلى حياة هؤلاء وأن نجعل العملية عملية التلازم بين عملية التربية والتعليم عملية مترابطة عملية متلازمة فلا نستخدم التعسف والشدة والقهر مع أبنائنا ونعلمهم كيف يستثمرون وقتهم لقد علمنا القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم أليست هذه طريقة تعليمية ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم أليست هذه طريقة تعليمية يا أحبة الكرام حذاري من الاستعجال مع هؤلاء بل إنه ينبغي علينا أن نعطيهم الفرصة في تنظيم الوقت أثناء العملية التعليمية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال فلما الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا هذا جعلنا ننظم العملية التعليمية بحيث أن الوقت لا يمضي بدون أن تصل الرسالة ثم أسلوب التعليم فضم الرسول صلى الله عليه وسلم بن عباس وأخذ بيدي معاذ فقال يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك ما أعظمك يا سيدي يا رسول الله فماذا قال التلميذ معاذ بأبي أنت وأمي والله إني لأحبك يا رسول الله حب تبادل هذه العلاقة التي نحن نريدها لكن من أين جاءت؟ جاءت من الرحبة جاءت من التشجيع على محبة وبناء العلاقة بين العالم والمتعلم بين التلميذ والمعلم بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين صاحبه فقال يا معاذ أوصيك ألا تدعن في دبور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أحبة الكرام إننا ينبغي علينا أن ننظر إلى سلوكنا وأخلاقنا حتى نوصل هذه الرسالة إلى أبنائنا وإلى طلابنا قيل لمالك بن أنس ما تقول في طلب العلم قال حسن جميل ولكن ننظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فلزمه القضية اليوم أنه العلم مفيد ولكن حتى صدرت بعض الدراسات أن الإنسان أحيانا يقرأ كل الرسائل التي تجي على الواتس وعلى الفيس وعلى وسائل التواصل لكن يا أخي هل أنت بحاجة إلى كل هذه الوسائل هل أنت بحاجة إلى كل ما يطبع وما ينشر يحتاج إلى خمسين سنة حتى يقرأ في اليوم الواحد يحتاج إلى خمسين سنة فستضيع فرصة التعلم وينبغي على المعلمين أن يوجهوا القلوب إلى ما يلزم هذا الجيل من العلوم أحبة الكرام ينبغي علينا أن نكرم المعلمين حتى نستخرج من قلوبهم أساليب الرحمة والإبداع فهؤلاء لهم فضل علينا ولهم حق علينا ولا تنسوا الفضل بينكم وإن كانت الآية لها سبب نزول ولكن هي قاعدة عامة لكل العلاقات التي يستفيد منها الإنسان ولذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن من صنع أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه هؤلاء لهم حق علينا ويجب على الأبناء أن يحترموا المعلمين حتى يعطوهم فرصة يعطوهم فرصة للتعليم وحتى المعلم يكون هادئ النفس يكون عنده شغف بالتعليم فنحن نوصي أبنائنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من أمة من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله فالأبناء الذين يحترمون العلماء ويسيرون إليهم ويقبلون رؤوسهم ويقدمون لهم كل الشكر والتقدير والاحترام فهذا سيكون سبب من أسباب التسجيع يقول سيدنا عمر تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا له الوقار والسكينة وتواضعوا لمن يعلمكم عند العلم وتواضعوا لمن تعلموه العلم ولا تكون جبابرة العلماء فلا يجوز للإنسان أن يتكبر ولا أن يرى لنفسه فضلا على الآخرين كذلك أحبة الكرام هذا العلم يحتاج إلى تربية ويحتاج إلى تزكية فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى إرشاد أبنائنا وتشجيعهم وترغيبهم بالكلمات الطيبة حتى يكونوا متفوقين محبين للعلم محبين للعلماء محبين لطلب العلم جزاكم الله كل خير على هذه الفرصة وعلى هذا اللقاء المبارك ونسأل الله عز وجل أن يعلي قدر دولة الإمارات العربية المتحدة على ما أتاحت من فرص التعليم والتعلم بمدارسها وبجامعاتها العظيمة التي ملأت الآفاق وعلى ما يقوم به صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد بإتاحة الفرصة لكل الناس المقيمين على أرض دولة الإمارات جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة